السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة في اللغة الإنجليزية ومن أساسية اللغة الإنجليزية pronoun agreement يعني توافق الضمير مع نسميه antecedent يعني الفاعل المباشر يجب على متعلمي اللغة الإنجليزية معرفة جميع الضمار باللغة الإنجليزية لأن بدونها لا تستطيع أن تكتب أو تتحدث مجرد حفظها تصبح لديك قدرة على الحديث والكتابة واستخدام اللغة الإنجليزية بثقة يجب علينا معرفة هذه الضمار نأخذ لمحة سريعة عن هذه الضمار تكلمنا عنها في دروس سابقة وفيديوهات سابقة اللي أحب يرجع عليها إذن كما قلنا هذه الضمار أيضا بعد هذه الفقرة أيضا نأخذ الضمار الأخرى الغير محددة بشكل أيضا سريع بعدها نبدأ بدرسنا المهم كما قلنا جدا عندنا الضمار بحالة بحالة الفاعل I, he, she, it we, you, they نتكلمنا عنها قبل لنحب يرجع عليها أيضا عندنا بحالة objective case بحالة المفعول به I تصبح me طبعا me عندنا him here us, you, them هذه بحالة الفاعل يعني the door of the action الفاعل الذي يقوم بالحدث عندنا بحالة المفعول به عندنا بحالة الملكية يأتي بعدها اسم عندنا my his her its our your their وأيضا possessive pronouns مشتقة من possessive adjectives من صفات الملكية وهذا الضمار الملكية فقط نضيف s فقط لدينا my تصبح mine his كما هي فيها s its أيضا كما هي باقي الضمار her hers our ours your yours their theirs أيضا في منهم مفرد وأيضا في عندنا جمع إذن نعرف i مفرد singular عندنا هي شيئة أيضا singular we you they أدنا plural you ممكن أن تكون singular لأن you أنت وأنت أنتم أنتما وأنتنا إذن لاحظ singular و plural كيف نعرف من خلاص صياغ الكلام إذن يجب معرفتهم أيضا عندنا هذه الضمار نسميها singular indefinite pronouns يعني ضمائر المفردة الغير محددة أيضا عندنا plural indefinite pronouns ضمائر الغير محددة بحالة الجمع إذن هذا المجموع بحالة المفرد وهذا بحالة الجمع عندنا مثل جمع أيضا شخص أو أي أحد أي أحد كل شخص أحد كل شخص أو كل أحد إما لا أحد آخر شخص ما شخص ما شخص أيضا شخص ما هذا بحالة المفرد بحالة الجمع عندنا بوث كلا فيو بضع مني العديد سيفرال أيضا العديد يجب معرفتهم الضمائر المحدد الخدام وهذه الضمائر يجب أن يكون هناك توافق كما قلنا بين الضمير والفاعل نتابع درسنا فقط هذه اللمحة عن الضمائر استذكارها معا إذن لحظة هذه الجملة ايضا او ايضا الاثنين صحيحة احمد او عمر has lost his their book إذن اما احمد او عمر لقد فقد كتابه طبعا ممكن طبعا دائما نشوف either or بيكون عندنا طبعا الفاعل بحالة المفرد ما نستخدمها في هاز لكن لدينا يجب أن يكون هناك توافق بين الضمير والفاعل الفاعل هنا احنا نسميه antecedent إذن السابق يعني الفاعل يسمونه باللغة الانجليزية antecedent لكن يهمنا احنا يكون توافق ممكن شخص يختار there وهذا خطأ دائما نشوف عندنا بالمفرد إذن بيكون عندنا his إذن إجابة his book لا نقول there book his book إذن يكون هناك توافق بين الفاعل والضمير إذا تصبح الجملة either أحمد أو عمر has lost his book لحظة هذا الجملة the cat and the bear need to feed because they sound hungry يعني يحتاج القط والطير لي يتغذوا because they sound hungry لأنهم يبدوا جائعين ممكن نستخدم that sound are يكونوا جائعين لاحظ the cat and the bird هذا إحنا كما نسميه antecedent إذن هذا الفاعل يجب أن يكون توافق مع الضمير because لا نقول it إذن نستخدم they لأنه لدينا the cat and the bird إذن جمع بالتالي نستخدم الضمير أيضا بحالة الجمع يكون توافق بين الضمير والفاعل أيضا لدينا هذه الجملة either Mary or Jane will clean hair cut إما Mary أو Jane ستنظف سيارتها لاحظ دائما نستخدم either بيكون بعدها or بيكون عندنا نعملها معاملة المفرد بالتالي نستخدم hair car لن نقول their car بيكون شخص يظن Mary and Jane اثنين لكن هنا من نشوف or نعملها معاملة المفرد بالتالي نستخدم hair car لن نقول their car إذن تصبح either Mary or Jane will clean hair car إذن هنا أيضا توافق بين الضمير والفاعل إذن أيضا لدينا هذه الجملة my brother and best friend is using his piano لاحظ أخي وصديقه المقرب أو الأفضل المفضل لديه is using يستخدمون his piano إذن البيانو أو بيانو أخي لاحظ الفاعل plural إذن بحالة الجمع لكنه يشير إلى شيء واحد يشير إلى بيانو البيانو لأخي وليس الاثنين عند إذن استخدم his piano يعني بيانو أخي لن نقول their piano إذن بهذه الحالة الفاعل جمع لكنه يشير الضمير إلى شيء مفرد بالتالي نستخدم his إذن نقول my brother and best friend is using his piano كما قلنا الفاعل جمع لكن الضمير يشير إلى شيء مفرد إذن البيانو أخي وليس الاثنين معا لاحظ هذين جملتين one of the boys lost his books إذن أحد الأولاد أضاع كتبه لاحظ the boys الأولاد جمع لكن عندنا نقول one of them إذن أحدهم بالتالي يكون مفرد عندنا إذن نستخدم his لن نقول their books إذن هذا خطأ إذن عندنا one of the boys boys صح إنه جمع لكن أحدهم يعني أحد الأولاد بالتالي مفرد نستخدم his several of the students did their homework يعني عديد من الطلبة قام بواجباتهم نلاحظ كلمة several كما قلنا plural ظمير غير محدد بحالة الجمع عندنا إذن نستخدم their لن نقول his إذن نستخدم their يكون توافق بين الضمير و antecedent إذن الفاعل أيضا هنا أيضا يكون توافق بين الضمير بين his وأيضا one أيضا عندما يكون الفاعل يكون ضمير غير محدد no one لا أحد no one should use his or her car يلا أحد يتوجب أن يستخدم سيارته أو سيارتها عندئذ يشير إلى مذكر والمؤنث إذن غير محدد معه يشمل female and male مذكر ومؤنث بالتالي يستخدم his or her car لنقول no one should use his car إذا كان فقط أولاد ممكن يستخدم his car لكن إذا كان بنات يستخدم her car لكن إذا كان ليس معروف ولد أو بنت أو مذكر أو مؤنث عندئذ يستخدم his or her car عندئذ يكون توافق بين الضمير والفاعل كما قلنا male مذكر نفس الكلمة فقط نضع قبلها fe تصبح female مؤنث male مذكر female مؤنث لحظة جملة الأولى all of the cake is and it's new taste يعني كل الكعكة أو جميع الكعكة في طعمها الجديد لحظ cake singular مفرد استخدم الفعل is بحالة المفرد صحيح أنه موجود عندنا all بحالة الجمع لكن تشير إلى الكعكة والكعكة مفرد بالتالي نستخدم الضمير it's لنقول their their new taste حتى لو كان عندنا all الجمع عندنا cake كما نقول مفرد بالتالي نستخدم الضمير it's وليس there تصبح all of the cake is and it's a new taste الجملة الثانية all of the players had their uniforms cleaned يعني جميع اللاعبين إذن تنظفت أزياءهم أو لباسهم الموحد لدينا all of the players players لاحظ جمع لذلك استخدمنا الضمير أيضا بحالة الجمع لا نقول it's هذا خطأ نستخدم there إذن بهذا الشكل هنا درسنا لهذا اليوم نتكلم فيه عن pronoun agreement يعني توافق الضمير مع الفاعل كما قلنا من المهم جدا معرفة الضمائر الأربع أنواع أخذنا في بداية الفيديو وإيضا الضمائر غير محددة المفردة والجمع وعندما نكتب أو نتكلم يجب أن يكون توافق بين الضمير والفاعل أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا